ولكن عموماً النادي الأهلي النهاردة أستاني في التدريبات نهاردة تدريب شمل على يعني تواجد كل اللاعبين كانت فيه محاضرة فنية من مرسل كولر على هامش المران الصباحي في ملعب مختار التيتشي بالجزيرة كل اللاعبين الحمد لله تواجدت فيه التدريبات الجمعية موقف كريم ندفد، موقف أحمد نبيل كوكا، موقف خالد عبد الفتاح، موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي كل الحاجات دي أكيد مش هنعلن فيها تفاصيل رسمية طالما النادي الأهلي لم يعلن أي تفاصيل جانب فيه إعلاقة إن أنت برضو بتحاول تحتفظ به شغل الجهاز الفني وسرية الجهاز الفني في التحضير مبكراً أو لما أقول للطرف المنافس أنا عندي لعب فلاني الفلاني غايب غير لما أسيب الطرف المنافس لغاية قبل المباراة 24 ساعة يعرف غايب ولا مش غايب كل دي خيارات فنية لأن المنافس بيتمرن النهاردة ويتمرن بكرة ويتمرن يوم الأربع يفري معا من متواجد من غايب أتفري كتير في طريقة اللعبة في طريقة التاكتك في طريقة الشكل اللي ممكن يلعب به في المباراة ولكن الجزء المسموح اللي أنا أتكلم فيه في هذه الجزئية بعد التواصل والتشاور مع الجهاز الطبي والجهاز الفني إن كل اللاعبين بإذن الله إن شاء الله بيبزلوا مجهودات كبيرة جداً عشان يتواجدوا في التشكيل الأساسية في هذا اللقاء فيه إصابات بيتم معالجتها بشكل إيجابي عشان تتواجد في هذا اللقاء فيه لاعبين لو فرص لحقهم باللقاء لا تتخطى الخمسين في المية في التمانية واربعين ساعة اللي جاية بيبزلوا مجهودات كبيرة جداً للحق بمباراة القيم على الشاشة هو صوت وصورة زي ما نشايفين تدريبات فريق النادي الأهلي وكل اللاعبين قدامنا حتى حراس المرمى اللي كانوا موجودين النهاردة في المران مصطفى شوبير، محمود الزنفالي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف كل اللاعبين موجودة حتى في اللاعبين اللي شاركوا في مباراة يانجي أفريكان النهاردة موجودين في التدريبات الجامعية قدامنا رامي ربيعة، أفشا، بيرستاو، أنتوني مودست فيه كمان محمد هاني في مراوان عاطية، خالد عبد الفتاح اللي انتظم في التدريبات الجامعية يعني تدريب النهاردة كان تدريب صباحي لكل اللاعبين أهو قدامكم على الشاشة كمان محمود متولى هو في التدريبات الجامعية علم علول موجود في التدريبات الجامعية كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر، محمود قهربة على قد مقدر كده بس عمر السلية كمان موجودة هو برح بسمع أن عمر السلية الأهلي مش هيجدد معاه وعالم علول الأهلي بيحطه في اختبار صعب أنا بسمع والله العظيم أخبار في توقيتات غريبة جدا عارف أنت زي ما يكون إيه الناس سايبة الموسم كله وبتخزن الأخبار دي لمطش الأهل والزمالك ولكن ما علينا أكرم توفيه كمان موجودة هو في التدريبات إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق جاهز وفي أتم الجاهزية لخوض هذا اللقاء حسن الشحات عمر كمال عبد الواحد خلينا فاكرين أن المباريات المحلية أكيد فيها اختيارات مختلفة تماما عن المباريات الإفريقية لأن الأمر مرتبط بالقيد الإفريقي على فكرة القيد في إفريقيا لو لعيب شارك مع نادي تاني في نفس البطولة الإفريقية ما بلعبش مباريات إفريقية وعشان كده عمر كمال عبد الواحد مش موجود فيه مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية لكن في الدوري في الكاس في المباريات المحلية عمر متاح من شوية قدامك وهو كان فيه جلسة كده بين الجهاز الفني مارس الكولر ومارس الكولر عمل لقطة جميلة جدا على إنستجرام يمكن افتقرتها دلوقتي حتى أنا بتكلم على التدريبات صور نفسه مبارح وهو بيدرس المنافس عن طريق اللابتوب وعمل تدريبات في الجم وشارك حالة كده مع الجماهير الحالة دي بيدي فيها طاقة إيجابية على فكرة يعني مارس الكولر عايز يدي طاقة إيجابية للجماهير ولللعبين قبل المباراة ويعيش نفسه في أجواء المباراة دي حاجات إيجابية جدا بشوفها من مارس الكولر وعلى فكرة جانب ليه علاقة بالتعامل النفسي مع المباراة سواء ليه هو مع الجهاز الفني أو حتى للعيبة وممكن يكون ضغط نفسه على المنافس وبيورين بيتفرج على المنافس أو بيشوف الهايلايتس والكلام ده كله يعني هي أمور بنحاول نرصدها لحضراتكم وحنا بنتكلم على التدريبات ريدا سليم النجم المغربي على معلول النجم التونسي الحمد لله قائمة الأهل وصفقات الأهل في الفترة الأخيرة بإذن الله يكون فيها إضافات إيجابية وتنعكس بقى بشكل إيجابي على نتاج الفريق في الفترة اللي جاية كما كانت في الفترات السابقة طيب ده جارب متعلق بالتدريبات مش هندخل في تفاصيل كتيرة ناس من بدل ممكن تقول لي عندك التشكيل المتوقع حتى لو عندنا بس مش هين فيها نتكلم فيه وجماهير الأهل أكيد هتشاطرنا نفس الرأي مش هنتكلم في أي تشكيل أو أي حزوز في المشاركات الأساسية لللاعبين في الفترة اللي جاي أنا بس بتكلم معاكم لأنه طبعا فرصة جيدة وأنتم معنا أكيد بنعيشكم في اللحظات المتاحة من حيث يعني من حيث التدريبات المتاحة أو اللقطات اللي ممكن تكون متاحة على شاشة قناة الأهلي للتحضير لمباراة القيم بصوا هو طلباتكم أوامر والله بنتكلم على الكولر والتحضير سورة هوم على اللابتوب وهو في الأوضة في الأوتيل بيستعد طبعا لمباراة الزمالك والهايلايتس وبتكلم وبيشوف بقى أو بيحضر لمباراة الزمالك من خلال الجوانب الفنية والمقاطع اللي السكاوتينج بيشتعل عليها وبيديها لمارسل كولر هي دي الجوانب اللي إن شاء الله بإذن الله يكون فيها طاقة إيجابية للعبين وللجماهير ولأفراد الجهاز الفني قبل مباراة القيم طيب ده جانب متعلق بالفريق وعزونا للفترة الجاية مش هنتكلم في تفاصيل فنية كتير ولا هنتكلم في جوانب متعلقة بجهزية لعيبة أو غيابات لعيبة إلا لما تعلن بشكل رسمي إذا رغب الجهاز الفني في الإعلان عن ذلك